عريضة أزياء أمريكية تتحول من نجمة مجلات الموضة لمشردة انقلبت حياة نجمة أمريكية رأسا على عقب فبعدما كانت تظهر على غلاف المجلات المختصة في الأزياء أصبحت مشردة في الشارع تبحث عن التعاون في سلال القمامة وهي حافية القدمين ترتدي سيابا بالية حيث أصبحت عريضة الأزياء السابقة ليني ويلسون وهي طليقة الممثل الأمريكي جيرمي جاكسون تعيش اليوم مشردة في الشوارع منطقة فينس في دواحي مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وصرح موقع سكاي نيوز أن نجمة الأمريكية تعيش على هذه الحالة منذ ستة سنوات بعدما اتربت صحتها العقلية والنفسية من جراء تعاطي المخدرة وتزوجت ويلسون بالممثل الأمريكي جيرمي جاكسون سنة 2012 لكن ارتباطهما لم يدوا طويلا إذ انفصل بعد عامين فقط وتم الطلاق في 2014 وبدت ويلسون في هيئة وصفت بالمصيرة للشفقة الزهرة هي تبحث في القمامة عما يمكن أن تشربه وتأكله وارتدت النجمة السابقة قطع كثيرة من السياب في مسعى لتفادي البرد القارس بينما تقضي الشتاء في الشارع وعند سؤالها من قبل صحيفة سن قالت ويلسون أنا بخير ثم أضافت أنها لا تريد أي مساعدة من أي شخص وأشارت إلى أنها لم تتواصل مع طالقها جيرمي جاكسون منذ عدة سنوات وقالت لم أتحدث إليه ولا أريد أيضا أن أتحدث إلى أصدقائي وأسارت السور تعاطفا على السوشيال ميديا وستحصر على حال النجمة بعدما صارت تأكل من القمامة وتنمشي حافية القدمين فيما كانت تعيش حياة الطرف بالأمس وهي تبتسم العدسات المصورين على البصات الأحمر عزيزي المشاهد لا تنسى لايكوا الشراء في القناة مع تفين الجرس يسلوا كل جديد معجمل وراي تحياتي وتحيات أصي الثقافة ومعلومة تابعونا